أهلا بكم منعت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الثلاثاء البحار الأمريكيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة في عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم في الهجوم وذلك بغالبية ثمانية قضاء مقابل واحد ألغت المحكمة قرارا لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك تضم أرصدة سودانية ويمثل القرار الجديد انتصارا كبيرا لسودان الذي نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على المدمرة قبلة السواحر اليمنية ووجد دفاع سودان في القضية أمام المحكمة الأمريكية تأييدا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب